عام مرة على ما يعرف بقضية الفتنة في الأردن حينها انتهت باعتذار الأمير حمزة ابن الحسين من أخيه غير الشقيق الملك عبدالله الثاني بعد توقيف مسؤولين كبار بزعم تورطهم في محاولة انقلاب أصدرت محكمة أمن الدولة حينها حكما بالسجن لمدة 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوضلة وشريف حسن بن زيد في القضية بعد إدانتهما بمنهضة نظام الحكم وإحداث الفتنة مضى عام على هذه القضية لكن أعلن الأمير حمزة تخليه عن لقبه وأصدر بيانا نشره على حسابه على تويتر يقول فيه بعد الذي شاهدته في السنوات الأخيرة توصلت إلى استنتاج مفاده أن قناعاتي الشخصية التي غرسها والدي فيه والتي حاولت جاهدا في حياة الالتزام بها لا تتماشى مع المقاربات والاتجاهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى التعالي والتخلي عن لقب أمير سأبقى كما كنت دائما ومحيت مخلصا لأردننا الحبيب الديوان الملكي الأردني لم يعلق على بيان الأمير حتى الآن لكن التفاعل كان كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي أبدأ بهذه التغريدة والتي أتت من أحمد حسن الشرقاء ويقول إن التخلي عن لقب أمير يمثل سابقة لم تسجل من قبل في العائلة المالكة الأردنية لكنها تعني أن الفرصة قد تكون متاحة لبرنامج يسمح لحمز بن الحسين بمغادرة البلاد لإقامة للإقامة في الخارج حسن الزعبي يقول بالرجوع للرسالة الأولى وهذه الرسالة الثانية وبالتعمق في مضمونها ووقتها أكاد أجزم أن الأمير حمز بن الحسين في ورطة داخلية وأرجو أن أكون مخطئا إيلا تقول أنت إذا تحب والدك الملك حسين الله يرحمه ما تتخلى عن لقب الأمير وإنت ابن الملك حسين كيف تتخلى عنه ولو يعرف شو عمي يصير بيصير من هذه النواحي بينكم ما بيرضى أبدا أخي راجع قرارك نسرين تقول نسرين في هذه التغريدة أيضا لديها رأيه لكن سمو الأمير استغربت من قولكم النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لماذا حياتنا وبلدنا ووجودنا وكل ما يخصنا بتدهور الحداثة لا تعني الضياع أحمد يقول المواطن حمز بن الحسين أنقذ الأردن وأسس حزبا سياسيا يعطينا أغلبية تفوقه وتغلب أغلبية قوى الظلام في مجلس الأمة سألنا مدر عدنان زهران وهو ممثل المعارضة الأردنية أو أمين سر ائتلاف المعارضة سألناه عن رأيه في أسباب تخلي الأمير عن لقبه وقال تنحي حمزة عن منصبه كأمير وكل امتيازات الملحقة به في هذا التوقيت إنما هي مؤشر واضح على ما أقر به حمزة نفسه في رسالته الأخيرة حيث قال أنه يقلق ويخاف من عواقب النهج المتبع من قبل الهاشميين في الأردن إذن الرجل بات يعلم أنه عليه أن يقفز من سفينة غارقة أو في أحسن الظروف أنه يتنصل من السياسات التي يتبعها أخيه والطريقة التي أوصلت الشعب إلى الغضب الشديد الخبير الاستراتيجي والزميل غير المقيم في مركز ستيمسون للأبحاث الدكتور عامر سبايلة ينضم إليه الآن دكتور عامر ما هي الرسالة السياسية التي يود الأمير إيصالها إلى المجتمع أو إلى العالم يعني هو بلا شك طريقة إرسال هذه الرسالة واضح أن هناك رغبة في إرسال رسالة لنقل عدم رضا على الأقل خصوصا نتحدث عن سنة ما زلنا ندور في دائرة هذه الأزمة قبل تقريبا شهر كان الأردنيين أو اعتقد الأردنيون أن الأزمة انتهت برسالة من الأمير جاءت هذه الطريقة يعني هذه الطريقة أن تختار طريقة غير رسمية لتعلن بهذه الطريقة أعتقد أنه تتضمن رغبة لدى الأمير بإعلان نوع من أنواع احتجاج أو ربط روايته الحالية بروايته السابقة عندما تحدث عن النهج والسياسات لهذا أعتقد أنه في النهاية لا يسقط عنه لقب أمير لأنه هو غير مخول بإسقاطه عن نفسه من يسقط عنه هو الملك وفقا للدستور لكن قراره القيام بهذه الخطوة باعتقاده هي خطوة بالنسبة له طيب ما الذي يأمله من هذه الخطوة أراد أن يعلن عن احتجاجه ما الذي يريده مثلا هل يريد من الشارع الأردني أن يفعل شيئا مثلا لا أعتقد أنه بعد سنة يمكن الرهان أن يقوم الشارع بفعل شيء حتى لو كانت هذه الحسابات موجودة مسار الأمور على الأقل في السنة الماضية تثبت أنه لا يمكن التعويل على هذه الجزئية لكن أنا رأيت أنه هناك رغبة أيضا في هذه الرسالة بطريقة مبطنة في فصل الأردن عن مرحلتين باعتبار أنه ينتمي لمرحلة سابقة مثلها الملك حسين وأن هذه المرحلة لا تمثله ولا تمثل ما رغب أن يكون به وفقا لوصية لوالده فهو بالتالي في هذه الرسالة هناك محاولة لتقسيم الأردن في عهدين يعني عهد سابق انتهى وعهد لا يمكن الانتماء له وهو بذلك يؤكد على فكرة بها ربما يود إيصال الرسالة التي ذكرتها حضرتك أنه لا ينتمي إلى هذا العهد لكن منصب الأمير هو منصب شرفي حتى لو كانت الملكية مطلقة عندكم وليست دستورية هل كان هناك مثلا عندما كان أميرا يطلب منه مهام حتى ولو كانت تشريفية؟ لا ليس هناك مهام حقيقية المهام يكلف بها الملك هناك من الأمراء من يمارس دور مستشار بالنسبة للملك هناك من يقوم بدور في العائلة بالنسبة للملك نيابة على الملك وهو أمر يحدده الملك لكن هذه المهمات حتى إرسال بعض الأمراء لزيارة بعض الأشخاص أو تقديم التعازي كلها بأمر الملك يعني ليس هناك وفقا للدستور أي منصب أو أي مهمة يقوم بها بسبب أنه أمير أو عضو في العائلة لهذا أعتقد أن ما قام به لا يمكن أن يخرج من باب الترميز سواء في التوقيت في الشكل الذي قام به عبارة عن قيام بخطوة قد لا يكون يملك غيرها يعني فعليا لا يملك اليوم أي شيء يقدمه أو يقوم به إلا هذه الخطوة باعتقادي أن الوصول لهذه النقطة تعد بالنسبة للأردن اليوم شيء جديد يعني لا أدري كيف سيتم التعامل معه كل شكر لك الخبير الاستراتيجي والزميل غير المقيم في مركز تيمسون للأبحاث الدكتور عامر السبايلة شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا لمشاهدتك